ها هو العام الثالث يوشك أن ينقضيه وليبيا لازالت تسلم مصيرها في السياسة والأمن والاقتصاد لبعثة أممية بعد توقيع اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015 وقعت الأطراف الليبية الاتفاق واختلفت عليه ظل الاختلاف مستمرا وعصى مجلس النواب مطالب البعثة بتضمين الاتفاق السياسي في الأعلان الدستوري كان ذاك الاتفاق يعطي عمر عام واحد لأجسام جديدة بأعضاء قدامة بعضهم انتخب عام 2012 لينضى بعد ذلك للاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء الانتخابات التي سترسل استقرار في البلاد ولكن شيئا من هذا لم يحدث فانقض عام ونصف العام وأشهر فرأت البعثة أنها قد فشلت فيما كانت ترنو إليه فأعلن رئيسها الجديد غسا سلام خارطة طريق جديدة تهدف لحل الأزمة الراهنة وتلك خارطة يقول سلام عنها تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي وتضمينه من قبل النواب في الأعلان الدستوري ثم عقد مؤتمر وطني جامع لكل الأطراف انتهاء بإجراء انتخابات تشرعية ورئاسية بعد الاستفتاء على مشروع الدستور كان ذا الإعلان عن تلك الخارطة في إحاطة لسلامة أمام جلسة لمجلس الأمن في سبتمبر من العام الماضي وحتى يومنا هذا لم ينفذ أي من بنود تلك الخارطة الزعيمة للحل إذ رغم الجولات التي أخذ المبعوث الأممي فيها أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى تونس بهدف تعديل الاتفاق السياسي والمضي إلى تضمينه إلا أنه قد فشل في ذلك أيضا غير أن أعضاء بالمجلسين أعلنوا الأسبوع الماضية نيتهم تعديل الاتفاق مجددا ولكن لم يرى تقدم منفذ السياق إذ برزت الخلفات بين الفريقين حول المادة الثامنة أما اليوم فسلام يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه وحفظ ماء وجه البعث على ما يبدو إذ تكشف رويترز عن عزم المبعوث الأممي طرح خارطة حل جديدة أمام جلسة مجلس الأمن الخميس تنص الخارطة وفق الوكالة على التركيز على عقد مؤتمر وطني جامع للمصالحة الوطنية خلال عام المقبل والسبعاد خيار الانتخابات التشريعية ورئاسية في الوقت الآن هي الخارطة الثالثة خلال العام الثالث والتي ربما لن يكون مصيرها أفضل من سابقاتها وإن حدث فسيطيل ذلك عمر الأزمة والمسؤولية في ذلك تتحملها البعثة ومن منحها مقود البلاد إن صحت تسريبات رويترز فهي تخالف ما يرنو إليه مجلس النواب والأعلى للدولة برئيسيهما وعضائهما فهما لذان من فكا يصرحان برغبتهما في إجراء الانتخابات للخروج من المشهد ولكن خارطة سلامة لا تلبي هذا المطلب تقد تلك الخارطة إلى فرضيتين اثنتين لا ثالثة لهما إما قبول المجلسين الاستشاري والتشريعي بالخارطة إن ثبت ما تقوله رويترز وهو أمر لن يرضي الشعب الذي مل وجودهما أما الفرضية الثانية هي أن يرفض النواب الأعلى للدولة الخارطة وهما سيجعل السلامة في موقف حرج إلا إن استخدم ورقة الضغط الدولي ولعل الفرضية الثانية هي الأكثر دعما من الواقع إذ يستعد السياسيون الليبيون إلى المضي لمؤتمر بليرمو الإيطالية التي يصرح مسؤولوها أنهم لا يستعجلون بإجراء الانتخابات بقدر استعجالهم بالمصالحة الوطنية في ليبيا تعدد مبادرات البعثة والمبادرات الدولية كباريس وباليرمو يرى البعض أنها لن تسهم إلا في إطالة عمر الأجسام الآنية التي ملت الشعب رؤيتها عاجزة عن تقديم أي خدمات له اشتركوا في القناة